في الفيلم 13 خطيئة الإجابة الوضحة تماما إن الشخصية الرئيسية اللي هي رجل المبيعات الفاشل أو اللي خلوا زروفه كلها تبقى زروف فاشل عشان يسيطروا عليه ويدفعوا دفعه عشان ينفذ اللي هم عاوزينه في لحظة محددة هم قرروها بيتصلوا بيه زي ما قلنا ويقولوله لو دخلت المسابقة أو حبيت تدخل المسابقة ما تخافشي إحنا هنساعدك إليو إزاي ما انتو شايفينه دلوقتي معايا عشاشا بيلف حوالين نفسه بيدور شايفوه إزاي بيشوف اللحظة دي إزاي وقبل ما يقفل الاتصال التليفون بيقوله اللي معاها على الخط ممكن تكسب ألف دولار حالا الزبابة اللي داخل سيارتك واللي موجودة على زجاج البابل أيمن ألف دولار اشتركوا في اليوم إليوت في حركة لا إرادية وبتظهر قدامه رسالة على التليفون مباشرة رصيدك البنكي رقم كذا زاد ألف دولار الآن إيه ده ما عملش حاجة زبابة خد بال حضرتك أول طلب طلبه منه كان حتى لو كانت زبابة فهل سيستمر وهل سيصل إلى ما هو أبعد من الزبابة الاختيار لك هو ما فرضش عليه حاجة هو ما قالوش اشترك هو بس أغراء لكن ظهر في اللحظة اللي كان فيها إليوت ضعيف وعرض عليه والإغراء لقى في نفسه قبول هذه اللحظة التي لا يمكن أن يرفض فيها الإنسان عرض ده اللي هيعملوه معانا يعرضو علينا الشريحة في لحظة ضعف فهل هتقدر تقاوم عروض الشيطان واللي هتكون ضمنها شريحة تتحكم فيك حضرتك ما سمعتش عن التيك توك مثلا الكلام اللي قدام الكاميرا بيطلع شوية بنات كده حلوين لطاف يتكلموا وياخدوا فلوس بعد ما يتكلموا قدام الكاميرا كتير غير متوقع إن هؤلاء لما يظهروا يظهروا وياخدوا فلوس لكن بالفعل بياخدوا فلوس بعد ما الظهور بيتم وبعد ما تبقى عندها شوية أصدقاء أو ناس بيتابعوها الموضوع ما بيقفش عند الظهور لا الطلب بيزيد سنة كمان إذا كانت محجبة يقول لها اخلع الحجاب هو حد شايفك هو فيه حاجة يعني فالبنت أو الست تخلع جزء من الحجاب أو تخلع الحجاب ثم بعد ما يزيد عدد الناس ويزيد الدخل والفلوس تلاقيها بتلمع في عينيها يقول لها الله ما تقلع البلوزة بقى ما تخليك كويسة والخلع ده يبدأ يستمر البلوزة وما تحت البلوزة والحكاية ما تبقاش مجرد حجاب اتخلع الأول قدام كاميرا لكن الإغراء بيتم خطوة بخطوة وبعد ما تكسب أول خمسمائة دولار وتحس بطعم الفلوس الموضوع يستمر وعشان كده عايزين نقول لحضراتكم إنهم بيلفوا علينا بيخلونا نخلع ضميرنا ونخلع دنا ونخلع قيامنا يعني التيك توك ده نموذج بعرضه على حضراتكم عشان تفهم هو هيجبرك ولا مش هيجبرك هو يخليك تتخلى عن الأخلاق بدون إجبار أنت اللي هتكون رايح للتخلي عن الأخلاق أنت اللي هتكون رايح عشان تزرع في جسمك الشريحة مش حضرتك بتشوف واحد راجل وامراته بيتصوروا برضو وبيطلعوا على اليوتيوب بيأكلوا إزاي تفاصيل حياتهم عاملة إيه بيهزروا إزاي بيقولوا إيه بيناموا فين عيالهم بيعملوا إيه شكل بيتهم إيه العيال بيأكلوا إيه هو بيهزر مع أمراته مش بتشوفوا حضرتكم الحاجات دي هو حد أكبرهم على ده على فكرة دول أصلا أسر محترمة وناس كويسين جدا لكن اللي حصل إيه أول مئة دولار تاني خمسمائة دولار تالت خمسة ألاف دولار والإنسان يبدأ يتنازل يتنازل وكل ما الفلوس تكتر وكل ما الشهوة تزيد كل ما الأخلاق تنخفض وبيع الدين والأخلاق والقيم يكون أسهل وننفس كل طلباتهم ويبدأوا السيطرة الكاملة علينا يبقى حضرتك إذا كان السيطرة بالمال فهيتم السيطرة بالمال إذا كان السيطرة من خلال حلول مشاكل أنت هتمر بيها فلابد تزرع الشريعة هتبقى من خلال حلول المشاكل لكن اوعى تتنازل إياك تبيع شرفك إياك تبيع قيمك إياك تبيع حريتك عشان تحصل على شوية راحة أو سهولة أو مكسب ممكن جدا يزول أما اللي عنده الراحة أهم من دينه وآخرته فبالهنة والشفة جهنم وبئس المصير شوف كده الراجل خبير التكنولوجيا السيد إياد اللي بيتكلمنا من لندن بيقول لنا إيه عن الشريحة دي وإزاي هتتزرع في جسمنا بإقراضتنا من غير محد يضغط علينا هنروح لهم نقول لهم من فضلكم عاوزين نزرع الشريحة ندفع لكم كام وتركبوها لنا طبعا يعني الترويج لهذه الشرائح هي موجودة منذ فترة طويلة جدا وكانت مستعملة خصوصا للحيوانات الأليفة وحيوانات المزارع ولكن الترويج لها هو تحضير بمثابة حصان تروادة للتحضير لما هو أكبر وأبعد وخصوصا في مجال العمل حيث في البداية ستظهر وكأنها بريئة جدا هي فقط لتسهيل عمل الموظف والحفاظ على الأمن والأمان داخل الشركة ولكن في المستقبل والمخاوف الرئيسية أنها ستستخدم لمراكبة أدق التفاصيل التي تتعلق بالموظف سمحوني الصوت سريع شوية بس لازم أعمله كده زي ما قلنا عشان اليوتيوب حصان تروادة السيد إياد بركات خبير تكنولوجيا من لندن بيقول لنا أن الشريحة تم العمل بها وزرعها بالفعل في الحيوانات الأليفة وحيوانات المزارع قلنا دفع لأسبقى موجودة الآن في رابط في صندوق الوصف في هذه الحلقة لكن الخطير في كلامه أن الشريحة هذه الشريحة ستكون مثل حصان تروادة يعني إيه؟ يعني هتخش بوجه جميل بريء لطيف وبعد كده لابد تركب الشريحة لأمان المؤسسة اللي بتشتغل فيها وما فيش أي خطور عليك ده اللي هيقوله لك هنقدر نزبط حضور وانصرف الموظفين ونقدر نحصر عدد ساعات العمل الحقيقية اللي بيقوم بها الموظف ونرفع كفاءة الشركة بتاعتك أنت مش عايز شركتك تتطور ولا إيه أخي ده اللي هيقولوه بل هذا هو ما سوف يمرروه من أجل أن توافق ثم هيقولك ما عندناش أي هدف شخصي ولا يهمنا أنت بتعمل إيه خارج العمل يهمنا بس داخل العمل طيب ولما كده حضرتك بتركبها في ازدراعي ليه لما أنت مش عايز تشوفني وأنا خارج العمل لما أنت مش عايز ترقبني وتصورني وتسمعني وأنا خارج العمل وتحسب علي كل همسة وكل لفظ وكل كلمة بقولها وأنا خارج العمل هل الشريحة بدأ زرعها في الإنسان فعلا ولا لسه كتير وإحنا بنتكلم في الأحلام بتقول الصديقة إيمان من أمريكا أنهم بدأوا زراعتها فعلا من سنتين في أمريكا وحصلت مظاهرات واعتراضات لما عرفوا نوايا بيل جيتس الخبيثة فتوقفوا وقتها عن زراعة هذه الشريحة لكن وبعد الفيروس مظهر بتقول أن بدأوا بالفعل تاني يزرعوها رجعوا يزرعوها بعد الفيروس وبيقول كمان الخبير إياد عن الشريحة أنه هو نفسه الخبير ده هو نفسه قرر يزرعها من سنتين ليه كده يا عم إياد سأعترف لك بشكل شخصي أنا منذ سنتين فكرت بزراعة الشريحة هنا في يدي ووضع كل الكرتات التي أحملها ومفاتيح الأمان التي أستعملها للدخول إلى مكان عملي في مكان واحد في داخل الشريحة حيث ستسهل علي كثيرا وأيضا تجعلني لا أنسى أحد هذه الكرتات أو أحد هذه المفاتيح في البيت ولكن لأسباب تقنية عكبت على الأمر هذا ما سيمهد دخول هذه الشريحة حيث الاستخدام وحتى الإقبال عليها السيد إياد بيقول أنه فكر يزرعها من سنتين وتراجع لأسباب تقنية طبعا لأنه متخصص تكنولوجيا عرف أن كل هامسة هتكون مسجلة ومشاهدة ومترأبة لذلك رجع عن زراعتها أخبار حضرتك إيه هتزرعها ولا هتقول لا هو بيقول أنهم هيخلوا الناس ياخدوا القرار بنفسهم ويزرعوها ويكون المدخل هو باب الصحة والحفاظ على صحيتك أو العلم والحفاظ على عملك عملك إيه علاقة العمل بين أزرع شريحة في هذه الشركة الخاصة في ستوكهولم لا حاجة للموظفين لبطاقة أو لرمز للوصول إلى مكتب العمل أو لاتباعة بعض الوثائق أو للأكل في المطعم الخاص بهم وذلك بفضل شريحة يتم زراوها تحت الجلد تسمى بشريحة تحديد ترددات الراديو وهي نتيجة تعاون بين علم الأحياء والتقنيات الحديثة اتزرعت الشريحة في إيد الست دي وهي سعيدة جدا وهي مش من المدرشين في مصر ولا من المدرمان في السودان ولا حتى في أزقة مكناس العتيقة في المغرب لا دي واحدة في ستوكهولم عاصمة السويد المتطورة جدا اللي عدد سكانها هذه العاصمة 885 ألف إنسان بس يعني ما وصلوش مليون حتى ومع ذلك يتركب لهم الشريحة وهما مبسوطين وهي سعيدة جدا لأنها هتروح مطعم الشركة تأكل بدون ما تحتاج كروت يا سلام وهي طبعا مش عارفة إنها رايحت في سكة اللي يروح مايرجعش شريحة مزروعة في الإيد يعني مع حضرتك في ناس بيرقبوكي وإنت داخل المطبق بتحضرها الأكل مع حضرتك وإنت داخل الحمام تعملي شاور مع حضرتك وإنت في غرفة النوم بتغير هدومك أو قاعدة مع جوزك أو البويفريند ممكن ما يبقى يكونش عندهم أزواج كله بث مباشر وعالهوى صوت وصورة طب إزاي حضرتك الشريحة دي خلاص قامت بدور الإنترنت ما بقاش محتاج هو إنترنت دي متصلة بالأمر الصناعي مباشرة ومن خلالها يقدر ينقل الأحداث المحيطة بيكي في المكان اللي أنت موجودة فيه قلنا أن كل الأماكن دلوقتي بقى فيها أجهزة كتير وكل الأجهزة فيها كاميرات يعني الأجهزة لو مش متصلة بإنترنت الأستاذة الشريحة اللي في الإيد دي متصلة بالإنترنت يعني مش محتاجة إنترنت متصلة بالأمر الصناعي فيبقى حضرتك وحضرتك اديت لهم فرصة أنهم يدخلوا جوه حياتكم ده فيما يخص النقل بس لكن في حاجات تانية هنروح لها طيب إيه اللي غصبك تعملي كده في نفسيك إيه اللي غصبك يا إنسان تعمل كده في نفسك ليه هنا تموظفون تحمس للفكرة وآخرون أبدوا بعض الاحترازات لأن البيانات التي تحتويها هذه الشريحة يمكن اختراقها لتتحول بالتالي إلى خاطر على خصوصيتك وأمنك أهلا وسهلا ومرحبتين وشكرا جزيلا على هذه الشريحة اللي ممكن يتم اختراقها يعني الشريحة اللي في إيد الراجل ممكن يتم اختراقها طيب وجايين على نفسكم قوي كده ليه مدام الحكاية فيها تجسس واختراق للشريحة بتركبوها أصلا ليه يبقى هذه الشريحة ليست آمنة أمان كامل ويمكن اختراقها من أي هاكر قوي طبعا مدام إنسان حط نظام يبقى فيه إنسان تاني يقدر يخترق هذا النظام لو توفوق عليه في العلم أو في الزكاة اللي شغل بالي من لحظة معرفة بموضوع زرع الشريحة في كف الإنسان وأنا فيه مسألة بفكر فيها وعمل لي إزعاج أطرح عليكم ونفكر ألا يمكن اختطاف الإنسان كله وإجباره من خلال الشريحة دي اللي موجودة في إيده إنه يفتح حساباته البنكية من خلال تليفونه أو أي تليفون تاني موجود فيه الموقع أو التطبيع بتاع البنك ونقل أمواله كلها من حساباته إلى حسابات أخرى هم يحددوها بمجرد تمرير الشريحة على التليفون اللي موجود فيه تطبيق البنك بلاش كده الراجل ده لو كان شخصية مهمة جدا وشخصية عندها مثلا يعني أماكن بتخشها من خلال الشريحة ومش ممكن حد غيره يدخلها مش ممكن يقطعوا إيده وياخدوا الإيد دي ويروحوا بيها عشان يدخلوا للأماكن الحساسة اللي شغال بيها يعني الكف يقطع عشان ياخدوه وياخدوا الشريحة والشريحة ملاش أي علاقة إلا بأنها موجودة في حتة فيروح من خلال هذه الشريحة اللي موجودة في الكف المقطوع يفتحوا أبواب يدخلوا أماكن خطيرة مش ممكن ده يحصل إيه اللي غاصب الإنسان يعمل كده كف الإنسان جزء من جسمه مخ الإنسان متصل بكفه هل ممكن يزرعوا الشريحة في مخ الإنسان واللي هي بتزرع في الكف عشان تتحكم في مخ الإنسان هنشوف مع بعض تجربة عملية حصلت واحدة أصيبت بالشلل ومن خلال هذه الإصابة قالوا لها هنزرع لك شريحة فطبعا وفقت لازم تزرع لها الشريحة عشان تقدر تتحكم في أطرفها وتتحرك يبقى ده مدخل لطيف جدا دخلوا بيه للست دي وأجبروها أنها تزرع الشريحة وشرب الإنسان السم ومر السم وصناعة أخيه الإنسان بكل محبة ولطف ورضا ليزا لترس التي تعاني من هبوط القدم منذ إصابتها بالنوبة الدماغية قبل 14 عاما وافقت على زراعة الشريحة أملا في الاستغناء عن تركيب الأقطاب الكهربائية كنت مضطرة لتركيب الأقطاب يوميا وفي المكان الصحيح وكنت أمرر الأسلاك عبر البنتال إلى جهاز مثبت في جيبي أو مربوط على ركبتي ليزا لترس اضطرت لزراعة الشريحة لعلاج مشكلة صحية المدخل لها كان صحيتها شفاها الله أصبحت قادرة تتحكم في أقدامها وفي ساقيها وأصبحوا يتحكمهم في كل حياتها كل حياتها يبقى مدخل ترتيب أمور العمل ولو ما فيش شريحة مش هتشتغله لكن تقدر ترفض وغيرك يقدر يرفض وهيضطروا يشغلونا لو انتصرنا برفضنا ومدخل تسهيل حياتك والتحكم في كل احتياجاتك واحتياجات حياتك ما فيش كروت بنك ما فيش مفاتيح بيت ما فيش مفتاح عمل ما فيش مفتاح سيارة سهولة ولطفوح يا جميلة وافق خلي حياتك سهلة هتكون سهلة لكن هما كمان هيخلوا حياتك كلها متحكم فيها هتوافق ممكن كمان المدخل يكون لولادك ايوا ابنك ساعد ابنك يا اخي او بنتك على التفوق ازاي تخلي حد احسن من عيالك ازرع لابنك او بنتك شريحة عشان يبقى متفوق لا مدارس ولا كتب ولا جامعات وبدلا من ذلك رقاقة في دماغك تقدم لك كل المعارف التي تحتاجها كيف؟ بدأت فاون تيك للذكاء الاستماعي بتطوير رقاقة دماغية اطلقت عليها اسم رقاقة جوجل تعمل على تعليم الشخص كل شيء تقريبا على غرار محرك البحث جوجل هذه الام تجلس وتشاهد حقنة بتخش في مخ بنتها وبيتزرع فيها شريحة المفروض انها شريحة ذكاء اصطناعي زي جوجل يعني اللي فيه معلومات كتير جدا واي معلومة بتبحث عنها الطفلة بتجدها مباشرة من غير ما تدخل على جوجل ولا غيره اما التعليم بقى والتفوق والتميز يصبح مالوش لازمة واما الانسانية نفسها والتفوق الانساني يبقى انتهى وتصبح انت ايها الانسان نصف آلة ونصف بشر ايه رأي حضرتك هتعمل كده في بنتك او في ابنك هتسلم لهم نفسك وعقلك ومشاعرك وتخليهم يفرضوا عليك اللي بتحبه او تكرهه هتوافق يحصل ده ازاي اذا كان بيغزي عقلك بمعلومات يعني يغزي عقلك بمشاعر كره او حب او ميل او رفض ايه ليتوافق على اول خطوة فيلم الخطايا الثلاثاشر وافق يقتل الزبابة اتل الزبابة وخد الف دولار لكن لما وصل بيته وتأكد ان الرصيد فعلا بقى الف دولار في حسابه البنكي جاله اتصال تاني مباشرة وكانت الصدمة اللي هتخليها تنازل عن انسانيته ويتحول لمجرد كائن مسيطر عليه العرض اللي جاله كان هتمر ب13 تحدي لو نجحت في التحدي الاخير هيكون رصيدك كام ستة ونص مليون دولار يا نهارة بيض ستة ونص مليون دولار قتلت دبانة يعني ايه هيخلينا موت ايه يعني شوية حشرات على شوية كلاب على شوية اي حاجة وابقى زي الفل لا الموضوع ديه في لحظة اليوت مفلس مطروض من شغله ومش عارف يعمل ايه المشاكل كتير مشاكل مالية بتحيط بيه وفجأة ممكن يكون عنده ستة ونص مليون دولار ايه رأي حضرتك فكر كده بالراحة اوعى تدعي البطولة هتوافق ولا لا بالزبط زي عرض الشيطان لما قال لآدم قال له ايه قال له انت مش هتعمل حاجة كبيرة ده انت بس هتاكل من الشجرة دي ولو كانت منها هتبقى مخلد لانت موت ابدا اعصى الله مرة واحدة مفيش مشكلة مش هو ده اللي بيعمله مع الانسان كل يوم وكل لحظة حتى اليوم مفيش مشكلة في معصية واحدة يا اخي وبعدين تتوب سلم قلبك وعقلك للشيطان مرة واحدة هتلاقيها مش مرة واحدة ولا حاجة هتلاقيك بترتكب المعصية ورا المعصية واصبح قلبك مغلق مغلف لا يدخله الايمان لا تشعر بالندم يتحول الانسان الى عاصل الله ثم يأمره الشيطان ليكفر فياكفر ويزينه الكفر مش هي دي حكايتنا القديمة اللي بتتجدد كل يوم مع كل انسان بيتولد وهو ده اللي بيعمله حتى اليوم شريحة الشيطان للسيطرة على بني البشر التحكم في مشاعرهم وفي رغباتهم وشهواتهم ثم القضاء عليهم كلهم بأيديهم ويوم الايامة يسأله ربنا فيقول له يكلم الله سبحانه وتعالى ويقول له انا ما عملتش حاجة انما دعوتهم في استجابه مش هو ده اللي عملوا لينا كل لحظة بنمر بيها وهو ده اللي علمه لنا ربنا سبحانه وتعالى شأنه في كتابه العزيز بل في الشرائع التي سبقت الاسلام وكتاب الله في دينه الخاتم هتعمل ايه وهتوافق وتسلم نفسك وتسمح يزرعوه لك في ايديك شريحة الشيطان ولا هترفض وافق وانتظر الحساب التقيل قوي في الدنيا والاخرى سألني احد المتابعين في سؤال على فيديو الشريحة التاني طب وحساب الانسان ايه عند الله سبحانه وتعالى اذا كان تم السيطرة عليه فعلا وهو بيركب شريحة وللمعاصي اللي قام بيها قام بيها غزب عنه مش بكيفه لان الشريحة مزرعة في ايده وهو مسيطر عليه ربنا يا حزبه ازاي بقى الاجابة سهلة جدا وواضحة جدا يا حبيب والديك ألم يقول الله تعالى محذرا الانسان ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم شايف التحذير منه ازاي من الله سبحانه وتعالى من بين ايدينا ومن خلفنا من كل اتجاه وبكل الطرق وبكل المغريات والشهوات والشذوز ومواقع الفجور والأموال الحرام ثم السيطرة الكاملة والشريحة التي يسيطر بها على البشر من خلال أتباعه ويزيد الله سبحانه وتعالى تحذيره لينا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير صدق الله العظيم اللهم نجينا وأجيرنا فهل اتخذنا الشيطان عدوا هل عرفنا من الشيطان له حزب وله أتباع وله أصحاب وإن مصير الجميع هو السعير يعني النار المستعرة شديدة السخونة والحرقة إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير حزبه اللهم صناع هذه الخبائث واللي اتباعوهم ووفقوا عليها باسم التطور والتقدم والحضارة والشذوز باسم الحرية والسرقة باسم الفهلاوة وقتل الأبرياء باسم الحفاظ على الأوطان لكن التحذير الأكبر والأعظم اللي وجهه الله سبحانه وتعالى لبني البشر وقال في كلام واضح جدا وهو في صلب ما نتكلم عنه اليوم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم نعبد الشيطان وهل نعبد حقا الشيطان راجع نفسك وشوف خلفت أوامر الله سبحانه وتعالى وعبدت الشيطان وشهواتك ولا لا عبدت في إيه وإنت تعرف كويس أوي إن كنت عبدت الشيطان ولا لا شوف الأجهزة اللي حواليك شوف شهواتك شوف رغباتك الله سبحانه وتعالى الذي خلقنا في أحسن صورة هل نعصاه ونعبد الشيطان الذي يريد لنا أن نكون في جهنم الله سبحانه وتعالى نصحنا فهل ننتصح بدأ إليوت الشخصية الرئيسية في فيلم التلتاشر خطيئة بخطيئة أولى بقتله لزبابة وبعد السيطرة عليه سيطرة تامة انتهت الخطيئة وراء الخطيئة بأنه شارك في قتل كتير جدا من البشر وهو الإنسان المسالم وآخر من قتل كان أبوه ثم أخوه المسكين اللي كان أصلا بيشتغل عشان يعالجه أتله عشان يحقق الصروة التي لم يحصل عليها لأنه خالف ما أمره الله بل خالف ما يجب أن نكون عليه حتى ننجو بأنفسنا لا تقتل عصى الله سبحانه وتعالى وخسر نفسه فأبعد هذا العاصي عن رحمة الله فيا عجبا كيف يُعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد وهذا مجد عبد الله يحييكم اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر